وللمزيد من النقاش والتحليل مشاهدين ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من جدة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الطهري رئيس تحرير مجلة روزة ليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة أهلا بك معنا في هذه التوطيع على شاشة أكسترا نيوز وفي البداية نريد أن نسأل عن أهم السياقات التي تعقد خلالها هذه القمة وبالأمس بدأ وصول الوفود المشاركة من الدول العربية والقادة والزعماء المشاركين وأيضا وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس وفي البداية أريد أن أسأل عن ما يمكن أن تحملوا كلمة مصر في هذه القمة بداية صباح الخير هشام تحياتي لك وتحياتي لمشاهدي إكسترا نيوز طبعا حالة من الزخم السياسي بتشهد مدينة الرياض قبل ساعات من انطلاق القمة العربية دعني في البداية أبدأ معك بما تم تداوله حتى الآن حول جدول أعمال القمة ثم أجيبك عن محاور كلمة السيد الرئيس كما أعلنها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي كذلك نلقي الضوء على عدد من اللقاءات الصينية التي عقدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم برنامج القمة يبدأ فيه تمام الثانية ظهرا متوقع في هذا الموعد أن يكون موعد وصول الملوك والرؤساء وأمراء الدول إلى قاعة القمة العربية متوقع أن في تمام الساعة الثانية والنصف تكون الصورة الجماعية بالمناسبة العرب كامل العدد في قمة جدة 22 دولة عربية هم الحضور الكامل لقمة اليوم وهذه واحدة من أهم علامات هذه القمة في تمام الساعة الثانية ونصف وخمس دقائق تبدأ الجلسة الافتتاحية العلانية وفق البرنامج ستكون الكلمة في البداية للجزائر رئيس القمة العربية التي ستسلم الرئاسة اليوم للمملكة العربية السعودية تليها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ثم كلمة الأمين العام لجامعة دولة عربية السيد أحمد أبو لغيت ومن بعدها كلمات الحضور من ضمنهم الضيوف السكرتير العام للأمم المتحدة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي رئيس مفاوضية الاتحاد الإفريقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي متوقع أن تبدأ الجلسات العلانية أو جلسة العمل الأولى العلانية والتي من المنتظر فيها كلمات القادة العرب وبالطبع كلمة مصر التي يلقيها الرئيس عبدالفتاح السيسي متوقع أن تبدأ هذه الجلسة في حدود الثالثة والنصف في تمام الساعة الرابعة والنصف حسب جدول الأعمال متوقع أن تكون هناك جلسة عمل ثانية بين القادة العرب ويتم التعويل عليها كثيرا لأن هذه الجلسة ستكون مغلقة ترجمة نانسي قنقر